صدمات كثيرة من ذلك لكن أنا أتوقع أنه اليوم الوضع تغير بشكل كبير جداً وهم التمسوا هذا من خلال وعي الأسر والجهات الرسمية في وعيهم بهذه الشريحة والحمد لله تعالى الأعداد في تزايد الدمجة يتكلمنا عنه من ناحية تعليمية كان الأعداد فيها 16 صار 32 واليوم العدد صار 70 70 طالب وطالبة مدمجين في المدارس التعليمية والحضانية الحكومية والخاصة لأعضاء الجمعية فقط أنا متأكد بأن هناك من متلازمة داون من غير الأعضاء أيضاً مدمجين في التعليم في الوظيفة نحن الحمد لله تعالى صار هناك تنسيق مع مجموعة الصهراء بتعين 11 واحد من أعضاء الجمعية موظفين برواتب غير اللي يتدربون في فندق شانقرلا وهذه دعوة أيضاً لأي جهة من الجهات اللي ترغب في تدريب شباب متلازمة داون لديهم فهذا جزء من المسؤولية المجتمعية والدمج المجتمعي الذي نحن نقصده هو نسعى إليه نعم شو هي الطريقة الأفضل وطريقة المثلة للتعامل مع فئة متلازمة داون والله هو الأمر ينبغي أن يكون إذا تكلمت أنت من ناحية التعامل الفردي عندك تعامل الفردي وعندك تعامل المؤسسي التعامل الفردي لا بد أن يكون على السجية وعلى الطبيعة لا يشعر الإنسان بأنه يتعامل مع شيء آخر بالعكس كل ما كانت المسألة فيها رياحية وبساطة بدون تكلف كل ما كان الإنسان يشعر بالراحة والحقيقة هذا اللي أنا التمست بشكل شخصي مع اسمو الشيخ حمدان محمد في تعامل معهم كان في قمة العفوية معهم وكان مرح بأقصى حد وهذا اللي يجعلهم يتعلقون تألق غير عادي وهذا ظهر حتى في الصور وسائل الإعلام فهي الحقيقة أيضا دعوة للجميع للتعامل معهم بكل أريحية وعفوية من ناحية المؤسسات طريقة التعامل مع متلازمة داون أو مع جمعية الإمارات التي تمثل هذه الجمعية هي تقديم كافة وسائل الدعم المناسبة سواء كان دعم مادية أو حتى توفير الإمكانيات أو التسهيلات اللوجستية التي يمكن أن تحقق هذه الأهداف التي تعود إليهم بالنفع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر